مرحبا وأهلا وسهلا فيكم سلام للجميع اليوم أنا ونسرين في مقهى كنار لايف مرحبا فيكم أهلا وسهلا كيف حركة نسرين أنا كتير منيحة thank you so much مرحبا جميعا أهلا وسهلا فيكم ببرنامجنا الأسبوعي مقهى لايف every friday الساعة 9 المساء بتوقيت أوتوا 8 المساء بتوقيتنا هون بدلس فيكسس يعني دائما الجمهور منرحب بكم من وين ما كنتوا sorry my kids are very loud today it's live we understand it هذا هو هذا هو challenge تبعا لايف اوكي دكتور جمال الأطفال دائما بيشاركونا طبعا إذا بدهم يغنوا كمان إحنا اليوم في مقهى لايف هنستضيف فرقة من مدينة تورونتو اسمها 40 band بنرحب فيهم على منصة قنار أهلا وسهلا فيكم 40 band أهلا وسهلا فيك شكرا كثير على الاستضافة أهلا وسهلا دكتور جمال أهلا السنين thank you كثير على الاستضافة أول إشي شرفتونا وأولنا نسألكم كيفكم كيف أهلكم كيف حبايبكم إن شاء الله بهالوقت كلكم بخير نحن منح ومتشكرك كثير على بياتك طيب الحمدلله الحمدلله بدنا نحكي شوية عن 40 night 40 night فيها amazing guys أول واحدة نعرف فيها نور نور خضر أهلا وسهلا فيك أو خضر هي هي الفوكاليست تبع الفريق يعني الصوت الرنان والصوت الشادي والصوت الحلو صراحة أنا سمعت صوتها في أحد اللايفات اللي كنتو عاملينها I was mesmerized يعني أعدت هيك وقطيت غمية طيونية هذا اللي بدنا إياه في الكنار أهلا وسهلا فيك جوني 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 أريد أن أكبر الصورة عشان بس تعرفوا على الشباب جوني أهلا وسهلا فيك جوني البحري هو بيونس للأسف جوني طبعا إحنا بنرحب بنسلم عليه هو مش موجود معنا لأسباب صحية شوية مرشح يمكن بس الحمدلله مش إشي أكتر هلا صار الرشح بخوف يا جماعة إن شاء الله يقوم بالسلامة ونشوفه مرة تانية في حلقة تانية من كنار تي في جوني بلعب على البيانو والأكورديون هذا اللي بفهمه عامر عامر خوري أمير سوري أمير خوري أمير خوري بلعب على الفيولين فيولينست أمير أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك شكرا شكرا وأدوارد أدوارد تارزي قيتارست مزبوط أهلا وسهلا أهلا وسهلا فيكم شكرا أهلا وسهلا فيكم أهلا وسهلا فيكم أهلا وسهلا في أعضاء فرقة فورتي يعني نحنا اليوم كثير متشاوئين لنعرف منكم كثير شغلات طبعا بداياتكم كيف تكونت فرقتكم ما حابين كبان نسأل أسئلة يعني تكون كتير هيكي كليشي يعني بس رح نخلي لكم كمان أكيد فصحة كبيرة أنكم تعرفونا عن حالكم عشان جمهور يعرفكم أكتر وأكتر أهلا ما يعني بحبي مبلش ما يعني بحبي ما يعني بحبي عن الفرقة بشكل عام ايه عن الفرقة كيف تكونت فرقة فورتي هلا أنتو كلكم يعني مواهب متعددة بس كيف هيك تجمعتو وقررتو أنه تنطلق فرقة موسيقية تحت اسم فورتي وشو يعني تسمية الفرقة كيف تكونت هلا أول شي نحنا نحنا تعرفنا على بعض بالأركسترة الكندية العربية أهلا طبعا جزء مننا يعني لسه نشتغل فيها نطلع عبر حفلات فتعرفنا على بعض هنيكة وحسنا الغغري أنه فيه يعني فيه نوع من الهارموني لما صغلنا نعزف مع بعض وهيكة حسنا أنه نحنا يعني كثير ممكن نعمل شي مع بعض حلو وفعنا التقينا قالنا التقينا هيك بس نجرب يعني وجربنا والله يعني كثير كانت الهارموني حلوة من أول يوم يعني وبعدين بلشنا نفكر باسم الفرقة اللي هو فورتي ما بدي إليك على الأسماء اللي كنا اللي كنا نحكي فيها لا 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 بدان بدان فتحت الموضوع حتحكي يلا انت وقعت حالك شو سويلك شو سويلك أشتريلك أسماء أسماء كل واحد أكثر عادة بس صلعنا بعدين بفورتي يعني فورتي بتعلمت معناها قد القوة فحبينا الاسم يعني وكل هاتنا نشترك بشي يعني انه منحب نعمل الفيوجن منحب المودر وما بعد إذا شفت أحد الحفلات يعني منعمل مع الجهاز أحيانا مع مع أي شيء مودرن وهيكي بس طبعا بس بحبب أذكر جمهورنا انه مقهى لايف معناها احنا فريستايل يعني ما في عنا استريكشن على شغلات اشربوا أهوتكو اشربوا شايكو اكلوا بسكوتاتكو حابين تعملوا أردر اسموا مقهى لايف يعني عشان نكون شوية مفرفشين بطلب من الجمهور اللي عنده أسئلة حابب يسأل ممكن يكتب في الكمنز أو ياتصل فينا على الهاتف تحت الشاشة موجود وإن شاء الله ستكونوا لايف معنا وتسألوا مباشر الطبعا هذه الأسئلة ليس لنا عليها سلطان كما بحك إجاءكم سؤال من بداية الحلقة بقولكو أنتم من أي بلد؟ دعونا نقسم السؤال هذا لنوعين الأخي عزيزة أهلا وسهلا فيك من تونس الخضراء في مدينة قاتينو انتوا الآن وين بتسكنوا في كندا وانتوا أصلا من أي بلد جايين هلا نحنا نحنا كلنا جايين من سوريا بس كل واحد من منطقة من سوريا في عنا جوني من لبنان بس نحنا الثلاثة من سوريا جوني من لبنان ونحنا الثلاثة أمير من الشام سوريا نور من السلامية سوريا وانا من حلب سوريا ونحنا بطورنتو اجتماعنا بطورنتو مثل ما قالت نور بالكاندي الأرابيك أوركسترا وحاليا مقيمين بطورنتو وميسي ساقا وأغلب الحفلات والنشاطات والفعاليات اللي عم مقدمة هي بطورنتو وميسي ساقا مبدئيا ما شاء الله عليكم ما شاء الله عليكم طبعا يعني اشي جميل انكم من يعني لازم يكون في واحد حلبة في الموضوع لما بتحكي عن موسيقى 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 يعني هاي موضوع قصة أهل حلب مفرغ منه لأنه يعني معرفين أهل حلب ومشهورين أهل حلب بمواهبهم طبعا المتعددة وبقلوبهم الطيبة حابين نسمع منكم شي سوريا حابين نسمع منكم شي نبدأ فيها القصة الليلة شو بتحبوا تسمعونا شوف نور شو حاب نبدأ نبدأ زارري محبوب حسنا أنا برضو بدي أذكركم أنه عزيزة من تونس إذا عندكم إشي عزيزة تانكيو كتير وتحية لأهل تونس هي أول من واحدة علقت فيحق لها شيئا من تونس إذا عندكم شو كنا اشتقنا لأهل تونس شكرا 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 أنا بدي أحكي لأنه القَّنصرت اللي عملناها بسمتبر كان في أجانب حضرانيين وكان في 16 ومنن war اسمها edeدا che هي كانت عندما درست غناء غرب وكلاسيك فنظهلت بهالموسيقى ظهلت بالميكس اللي كان موجود يعني كتير حلو حتى حكيتلي انه بس تزجي الحفلة انه بعثي ليها كتير حابة اسمعها بالسيارة فهي يعني بتخيل اكتر حدا هيك عرفت منه قديش يعني قديش جاذبة للموضوع طب هل عملتوا حفلات غير هاي الحفلة تبقت سبتمبر؟ عملنا حفلات صغيرة لانه نحن مالنا زمان بلشين كانت بكرة انه نعمل حفلة نعمل كونسرت بجانيوري ونعمل كونسرت بعدة مهرجانات بالصيف وكمان بالخريف نرشع نعمل كونسرت تانية بس للهسف تعرف هلا الوضع يعني خرب كل الخطط بس ان شاء الله يعني ان شاء الله للأحسن ان شاء الله اكتر شي اللي تأثروا فعلا بجائحة الكورونا هني ممكن يعني طبعا كل اتنا تأثرنا بس طبعا بشكل خاص الفنانين لانه في كثير يعني فنانين يعتمدوا على يعني الفن كمصدر رزق لقلونه يعني كمصدر رزق لقلونه فطبعا احنا احنا اكيد نتمنى نتمنى السلامة للكل اولا وآخرا لكن نحنا هلا عم نطلع بيعني كفنانين بيعني تكنيكس جديدة وافكار جديدة كيف حتى نوصل للجمهور شو عم تعمل فورتي لحتى توصل للجمهور اكتر واكتر بزل الجائحة اللي نحنا بيها نحنا كفورتي بان نحنا دايما عم يعني حريصين انه يكون في عنا دايما شي جديد يعني منظل منظل منفكر على طرق جديدة كيف بدنا نحنا نطور من حالنا طبعا دايما في مشاكل بتوقف الوجه يعني نحنا ممكن نكون كتير عاسفين قواية وكتير يعني فيه هارموني بينات بعضنا بس اولا فيه اشياء صغيرة تقاصير صغيرة ممكن العلاقة بدنا ممكن اداريا نحنا ممكن موسيقيين كتير قواية بس اداريا بدنا كتير اداريا بدنا بدنا فيه شغلات كتير وورا الكواليس نحنا شكونا بس على الاستاييج ومنازل بس فيه اشياء كتير بدنا بخضير ومع هيك يعني نور دايما هي لحقنا كل شي طبعا ادوارد له فضل انا اداريا فاشل جدا شوف امير الاعتراق بالزن فضيلة يعني كويس اداريا كويس بس هلأ يعني فيك تقول انه نحنا عن جد بالوقت اللي يعني عملنا مجهودة كتير كبير وبنفس وقت عملنا كتير شي منها ان شاء الله هيك نخص هلأ هيك من اوضاع هالكورونا وهالقصص ونرجع تشوفونا على الاستايج لانه نحنا مكاننا على الاستايج اكيد كل شي ان شاء الله وهذا همشي لكل عازم ان شاء الله ما في سيديات لسه سون نحنا عمل تسجيل اكيد ونحنا يعني من اكتر الناس اللي منحب نضل على السوشيال فيديو بس نحب نطلع كيف ما كان يعني مشان هيك ندرس الموضوع كتير وبعدين من نفكر فيه ومن حتى يكون على اكمل وجه يعني كما بيقول حلو فكرة رائعة فكرة رائعة استخدام السوشيال ميديا هلأ لابدة منه يعني ايه طبعا انا عندي كان سؤال للكون ذكرتوا انو تكونتوا انتو يعني تعرفتوا عبعدن الأوركسترة العربية الكندية كيف تحسوا بتقدر توازو بين اتنين بين فرقة يعني انتو كأعضاء كفرقة فورتي وكأعضاء بين الأوركسترة العربية الكندية هلا بصراحة بين فورتي والأوركسترة الكندية العربية في كتير فرق من ناحية خلينا نقول الفكرة تبعية المستيئة اللي عم تتقدم فنحنا بالأوركسترة الكندية العربية نحنا نعذف نور من الجروب الفوكاليستي وعن نحن نحاول نعمول شوية شغل مختلف من ناحية الطبيعة الموسيع العم تقدمه من ناحية تنوع الاسطيلات الموسيقية اللي عم نقدمه من ناحية الدفوجن اللي عم نعمله بين العربي والإنجليزي والجاز والدوز ومضل بين الموسيقى الأديمة والموسيقى المعاصفة المدينة فتقريباً فيه فرق بين العازف انه يكون عازف بأوركسترة وبين عازف يكون عم يعزف ببندس غيره حتى بطريقة العازف بطريقة الشي اللي عم يأدمه فكل وحدة لحالة خصوصيطة وطبعاً نحنا كتير مبسط وقت نكون مع بعض عم نعزوف من نفس الوقت نكون كتير مبسوط وقت نكون مع الأوركسترة العربية الكندية لأنه كمان الشغل دايماً بيجنن معهم فعم نحاول نحافظ على الاثنين ونوازن بناتهم دايماً موضوع الفيوجن هذا أنا لفت لنظري كلمة فيوجن شي جميل لكن اوب سوري لكن في ناس كتير بتسأل كيف انتوا عملتوا فيوجن بين الثقافة والموسيقى العربية والموسيقى الغربية يعني بدنا نشوف أمثلة بعد ما تحكونا من وانجة الفكرة أكيد أكيد هلا نحنا صراحة لعبنا على كذا موضوع من ناحية الفيوجن أول شي لعبنا على موضوع توزيع الأغاني من ناحية طريقة عصف الأغاني وطريقة توزيعها ولعبنا بموضوع هو انه ندخل أغاني ببعضاً تشبه بعضاً باللحن أو بالمقام أو بالسكيب وبنفس الجو فهذا اللي صراحةً لعبنا عليه اللي ساعدنا أنه ننجح بهذا الشي أنه كل واحد من بيناتنا عنده مخزون كثير قوي موسيقياً ومشتغل أكثر من ستايل معين وكل واحد من بيناتنا بيتميز بستايل فمثلاً أمير بيشتغل كل الستايلات وأمير بس أمير ما يلا الشرقي أكتر أنا بشتغل كل الستايلات ما يلا الجاز أكتر نور بيغني كلاسيك أكتر جوني بيغني بيحب يعزه في عربي فهذا التماثج اللي بيناتنا كثير خلانا أنه نقدر كل واحد بيعطي فكرة كل واحد بيعطي رأيه أنه كيف نعمل هالفوجين هالغنية مع هالغنية هايك توزيع أحلى هايك تطلع الغنية أحلى وهذا اللي خلانا أنه نعمل يعني أنتم مش تمازج أنتم حتى في اختلاف بينكم هو اللي عمل هو اختلاف مع تشابه يعني التشابه من ناحية أبكار هو هو تشابه من ناحية الأبكار الموسيقية لأن كل واحد من البناتنا يشتغل أكتر من السايل معين فما عنده مشكلة لأي السايل على آلته وبنفس الوقت لأنه كل واحد ما يلا جو معين أكتر فبيعطي رأيه بيفيدنا أكتر طب نسرين شو رأيك تسمعي مني فيوجين هيك ولا بلاش طب نسرين طب نسرين شو رأيك وليك الحلو بالإفوجين أنه عم بتدخل عم تعمل مزيج طبعا بين الموسيقى يعني الشرقية أو الإقاع الغربي يعني بغض نظر شو جورنز اللي عم تحطوا مع بعضن بس عم تعمل هالتلاحم بين أغنيتين أو بين لحنين أو بين حتى إقاعوا لحن اللي عم بيكون كتير سلس كمان للسماء للجمهور الغربي كمان الآن بالنسبة لي أنا نعمل فيوجين أنا وياك على هوا نحن فيوجين نحن فيوجين البرنامج كتير حلو على فكرة إنه عم نجمع هالناس المواهب الحلوة من وين مكانوا من بلاد العالم وعم نقدمهم للجمهور اللي متعطش ليسمع كثير شغلات ممكن اشتقلة وشغلات كتير بحنلة لأنه بيعيشوا بلاد الاغتراف هلا دكتور جمال انت بتعرف انت جراح وأنا وأنا هلسة قدر هلسة قدر لا 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 بس ممكن إنسان تجتمع المواهب مع بعضها لحتى نعمل حلوة اللي هالله بيكون برنامج حلو لكل الناس نحن كتير مبسوطين إنه معنا هالفرقة الحلوة كتير اليوم من فرقة فورتي أو فورتي باند طبعا الفورتي هي من القوة وهي كلمة بطل يعني مظبوط نور مظبوط مظبوط فورتي يعني بطل يعني كل واحد عم بيغني بغني فورتي فورتي يعني بيغني بيقوي أكتر وأكتر هلأ الأول حفلة عملتوها وين كانت خبروني عنا وكيف كانت أصداقه أول حفلة هي ناس سبتمبر في أيلول السنة الماضية سويناها بطورنطو بإتوبيكو حسنا سويناها بطورنطو واسمها كان أوتم ليت أوتم ميموري أوتم ليت والأصداء كانت كتير حلوة يعني كنا جد متفاجئين كتير صراحة اشتغلنا عليها كتير وحضرناها إداريا وكمان موسيقيا وكمان وفا ساعدنا كتير الله يعطيه العافية نوجه تحيية كمان تحيية الوافية طب أنا سريعا بدي أقرألك الكومنتات لأنها مهمة جدا بالكافي خاصة إحنا دائما بنحب الجمهور لأن جمهورنا هو دعمنا وأكيد حيصير جمهورك ودعم لك عزيزة مرحبا من أمرين أهلا وسهلا جمال الرفاعي صديقي وعزيزي يا دكتورنا الفاضل أهلا وسهلا فيك جينيفر خوري بعتت لنسرين خوري تطلع معها أهلا وسهلا فيك عزيزة سألت هذا السؤال وجوابنا مثنى من العراق يعني هلأ نصف الليل صباحا عندهم واعد مثنى يحضركوا السلام عليكم الأحب الكرام ما أجملكم جميعا أهلا وسهلا وسهلا فيك مثنى رماح محمد ببعتلكم ورد شكرا لكم شكرا لكم هل تعرفون رماح أهلا لكم عزيزة سأقول لكم يا مرحبا بسوريا الغالية ولبنان العريقة نتشرفوا بكم شكرا لكم شكرا لكم دكتور مخلص من حلب يقول لك حلب من المحاشي والطرب من المحاشي والكباب والطرب أيوا دكتور مخلص انتينت الكباب يعني لا 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 شباب مدام الدكتور مخلص غلط بالكباب ما رأيك ونعزم حالنا عنده على كباب والله والدكتور مخلص كريم بحب العزاين نحن جاهزين نسرين خوري بتبعث لكم هارت تقول لكم من القلب رائع عزفك يا أمير القلوب أمير الملك تقول لكم عزفك رماح بتجننه كثير وفا وفا عم بشاهدكو بولي يعطيكم العافية منشكره ووفا على كل الدعام اللي دايما بيقدم الميارات شكرا شكرا مننورين شباب الأركسترا مثنى بقول ما شاء الله عليه مبدعين ربنا يحفظكم الأخت اللي مع الأخوة بحكي عنك يا نور نور لو سمحت عن إذن الجميع صوتك أقرب لفئة فيروز يا ريت من فضلك بقت على فيروز عندكو اشي لفيروز شور يلا سمعونا فيروز بصوتك يا أحلى نمر لجانب يقولون نسبة الإحساس عالي جدا بالموسيقى العربية الكلاسيكية بما أنه بما أنه في مطلوب شي لفيروز وبما أنه نحن عمتنا عم نحكي عن وعن موسيقى عم نقدمة فبدنا نسمعكم غنيت بتذكرك بالخريف اللي هي غنيتها السيدة فيروز طبعا بس اللحن هو لأبنية أجنبية اسمها وإن شاء الله تحبوها بنا نحاول نعمل هالف يوجين بين العرب والأجنبية فضل شكرا rot شكرا موسيقى موسيقى اشترك قصة مش طاقس يا حبيبي هاي قصة ما تسكن علي بس هاي ما بتذكر شكل وشك 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 اشتركوا في القناة موسيقى 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 هل هناك مصاعب مواجهتكم؟ إذاً، صوتك نزل كثير، لا أعرف لماذا هل هناك مصاعب مواجهتكم؟ أو ربما تزال تواجهكم؟ مصاعب يعني أكيد، بالكورونا طبعاً كثير في مصاعب لأنه لا يمكننا نعمل حفلات، بدنا نحاول دائماً نلاقي طريقة لحتى نتحرك فيها نعمل يعني نعمل لايف، نعمل نسجل غنية، طبعاً هلا كثير أوكي، طبعاً هل حاولتوا، أنا عارف بدي أسأل هذا السؤال دائماً بفكر أسأله بس مش عارف، الموسيقيين يعني خاصةً لدخلهم من الموسيقى بتطلعوا لايف، هذا كله فري أكيد طبعاً يعني أنا عم بسمع هلا في بعض الموسيقيين عم بحاولوا أنهم يعملوا زي لايف أودينس على السوشيال ميديا بحيث أنه يشتري تيكت تبعه ويدخل على الوهمي، وهو ببيته يحضر الـ هل في هذا الـ هل في هذا الـ طبعاً نحن بعد يعني عم نفكر بهالموضوع بس المشكلة يصار مثل ما الكلب يعرف أنه موضوع كثير أجاب بطريقة مفاجئة لكل عالم فما كان حدا محضر حاله لأي بديل أو لأي طريقة تانية أو ما حدا كان يفتخيل أنه نوصل لهذا الوضع فلتطلع بفكرة بديلة كموسيقيين نقدر نقدم حالنا ونظل عم نشتغل ونظل عم نقدر نطلع ونظهر قدام العالم بطريقة بديلة غير أنه لايف فيس توفيس على الستيج شوي صعبة بس مع السوشيال ميديا ومع كل شيء هدا عم بصير كثير عم نسمع عم ناس ومبادرات عم تعمل نفس اللي حضرتك عم تحكي عنه وأكيد هو شيء ببالنا ونحن عم نخطط له بس هيك مواضيع بدها تنظيم يعني تعرف خاصة بهالوقت لأنه كل شيء يعني مكركب فبدك تنظم وبدك تزعب بالموقع وتقدر تحذره يب تعرفي ليلى عودة؟ أكيد 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 كنت أحبك يا نور أحبك أيضا نسرين أهلا وسهلا بعك تفضلي يعني أنا صاري معتصر على غلط التقري اللي صار معي نعم ما بعرف وانصرنا بأسألت الجمهور معلش حذروني دكتور جمال عزيزة عند عزيزة نحن شوائهم أشوف عزيزة بتقولي عزيزة في كتير مهرجانات في كندا علش ما شاركتوش من قبل الكورونا بعتقد عم تكي على في غاتينو يعني علش ما شاركتو خي لأنه هي متطوعة منذ سنين في عدة مهرجانات متشكر عزيزة على السؤال صراحة نحن مثل ما حقوا أمير ونور فرقة ناشئة فما صررنا كتير زمان مبلشين كفرقة مع بعض وبما أنه نحن موجودين في تورونتو أمتيريو فلننطلق من هون ونقدر نوصل لكل كندا بدي كتير شغل الوقت طبعا فنحن كنا كتير في مخططات ببالنا وكان في كتير مشاريع أنه لمهرجانات بدي تصير حلق بالصيف اللي الجاية بس إن شاء الله نقدر نطلع أكتر لبرة ونقدر نتوسع بكل كندا قد ما فينا بس الموضوع صراحة بدي وقت ودعم متخطيط كتير فإذا عزيزة بتشتغل مع هكت مهرجانات فعاليات وبتقدر تساعدنا يعني تنكيو لك عزيزة تماظر بتسلم عليكم هاي تماظر تماظر تنكيو تماظر سمير برضو يقولي يسعد هالمساء من منتريال هاي سمير هاي سمير وكل هالمساء أستاذ مخلص هاي سمير بيقولي لأسف بي كندا عم ناكل كبّة صرنا نباتين كبّة حلا بيهي عشان ببعرف عم بيبطع ايه مع كبّة عم يحكي بس بعتاد على كبّة نباتية نوعا ما كبّة حيلة هي من الكبّة كبّة حيلة شكرا أكيد على مشاركتهم معنا الليلة وعم يشاركونا طبعا دايما كل نهار جمعة ومنقولي بليز بليز أعزموا صحابكم كمان على المقهى الأسبوعي بقناة كنار لحتى لا يمكننا ريلاس بعد أسبوع طويل يمكننا أسبوع شغل لكثير من الأحبة متابعينا فنحنا كثيرا نشكتين أنه عم نقدر أقدم لكم برنامج هاي كلي تقدروا شوية تنبصلوا وترفوا عن نفسكم منعرف أنه ممكننا جاءحة كورونا كثير غيرت منا من مخارطاتنا الاجتماعية مثلا نهار الجمعة كنا نخطط نطلعنا بتاع الشابرة ونلتقيب أصحابنا يمكن هلأ صار اللقاء أكتر هو virtual بس نحنا هم بقناة كنار عم نحاول أنه نجيب لكم الفن لعندكم على بيوتكم من خلال هالشاشة ويعطيكم كل أخير كمار وكمان بنفس الوقت كم المتابعين اللي حابين ضلوا يتابعونا ويسمعونا نحنا موجودين على الإنستغرام وعلى الفيسبوك فورتيباند وعلى الويبسايت كمان فورتيباند موجودين فيه ونتشكركم كمان على هذه الاستضافة الحلوة شكرا في عندكم واحد بترنته اسمه عمر بتعرفه دائما بيحفل كله عمر طبعا حبيب القلب عمر أهلا وسهلا فيه بدأ سأل سؤالنا هل كل أغانيكو عربي ولا في عندكم مزج انجليزي عربي أو انجليزي نور قبل شوية عملت فوجين بين عربي وأجنبي بغنية فيروز في عنا طبعا يعني طبعا عنا كتير أغاني عمية فيها مش بين العربي والأجنبي لا لا في عندكم بس أجنبي بس أجنبي بس أجنبي مية بالمية لا صراحة لأنه نحن الفئة المستهدفة هي الفئة اللي نخلينا نقول العربي اللي موجودين في كندا هنالفئة الأساسية فدائما منحاولنا يكون فيه فارت من المسيئة اللي عم نعمله يكون فيه عربي فكل شيء إنجليزي لا ما في عنا كل شيء إنجليش أو حتى عم نعمل الأوقات يكون فيه غنيتين عربي من فترتين يعني من واحدة كتير يعني غنية كتير قديمة مع شيء كتير مدر تماما بنا نسمع إشيء زي هيك بس فيه طعب من الدكتور مخلص عشان تأكلوا كبة لازم تغنوا لشهادة جميل عندك ويش الأشياء اللي جميل والله صراحة يعني معنا ما في شيء محضرين على الحاوص بشكله راش راش حبك يا جميل راش راش حبك يا جميل كتير حلوة بس مشكلة الأعلاق يعني بدنا جوني الفيانيست حتى تطلع بطريقة صح بس ما رح تطلع بطريقة راحت علينا المرة الجاية بيكون معنا جوني وبنعمل رشاش حبك يا ربي مع أخي يا ربي إن شاء الله هاكل كبير يلا سمعونا من اللي بتحبه خلونا بدنا نعمل بدنا نعمل بدنا نعمل شوي مزج مثل ما كنا عم بحكي قبل شوي بالغنية أديمة وتراثية معرمية مدرن هلا بس تسمعوها راحت تعرفو الاثنين وإن شاء الله تحبوها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إنك يا حياتي بنساق بحضب حياتي هواك مليئة باتي اللي بلاك بالعدي بلاك بالعدي والله يشعلي واللي تيلني موت وقالي ضل بايدي أني باري لا تريلي لا مشاك بلاك بالعدي بلاك بالعدي واللي لعدي بلاك بالعدي بلاك بالعدي بلاك بالعدي موسيقى 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 ليلة ليلة طبعاً طبعاً بعض الناس بتقولي الصوت مش واضح أعتقد بدك تعلّي شوي صوتك يا نور لأنه هم بشتركوا كلهم بمايك واحد أنا عم بحاول أستخدم التلفون وسامع كويس فما بعرف الناس صوتك شوي نور واطي لو تعلي شوي طبعاً طبعاً دكتور مخلص قال بورش رش حبك يا جميل طبعاً بدلعكم مش بحقين طبعاً أغنية شادي جميل ما ناشي حلب إلى دكتور مخلص أولاً شفت محبوبة يا شيح أنا أنا أريد أن أستضيف الدكتور مخلص يوم يغني لنا حلبية يعني يحكي لنا ويطلب بدنا يوم يغني حكير لا يعني هلأ ما في طلعنا بلا كباب راحت الكباب علينا أقول لك إذا ما بتغنيوا حلبية إلا إذا بتغنيوا إيش حلبية تانية يمكن تردوه أشوف أشوف حسناً هي بس لبكتور مخلص يا عيني رأسة ستة بتعرفوها؟ أه طبعاً طبعاً ما عرفت أكيد محمد علي بول لو نقدر نسمعها ما بعرف إذا هي رأسة ستة هي مسيئة فقط هي غناء أوكي أوكي ويعني بدنا كمان يكون معنا جوني يعني إن شاء الله من المراج قاضي محتل إن شاء الله إن شاء الله فايا يونان بتعرفوها برضو بسألوا عنها إذا بتعرفو طبعاً نحنا في شي بحاضرينه اليوم بحاضرينه يعني بحاضرينه نحنا يعني لربنا قدما كان ننوع لحتى نورجي كل الأشكال اللي حابين الوجيه لذلك نحنا قدمنا شي فيو إنجليش يوجن عربي مع بعضهم ولسا عملنا شي حلو ل مدلة ممدلة شي لعبد الحليم وأنا كل ما دورتو بهل رح نعملها بعد شوي بعدين نحلي آخر شي شي كتير جديد يلا معكو إحنا أوكي بلش بلشو نسمع بس بس قبل ما تبلشوا خبر جيد إجانا عاجل شو من أحد المراسلين بقولكو الدكتور مخلص معزومين عندي على أتوى مع الدكتور جمال في أول مرة بتنزلوا فيها بأتوى فالكوب بمراحل يعني متشرف إن شاء الله يلا إحنا معكو موسيقى 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 المترجم للقناة 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 هاي من حفلتنا أوتوم ميموريز يس هذا فيديو الحفلة اللي قاموا فيها في أوتوم ميموريز إن شاء الله تنبسطوا فيها موسيقى 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 ما بدي أجاوب عليه هو مشروع جيد ورائع الحكومة الكندية في عندها صناديق خاصة وبتساعد في فندس وبتساعد في مساعدات المشكلة في هذه الفندس أعتقد أنه يحتاج إلى شخص لتحاول هذا الفندس ويتابع فبديك شخص يعني ديديكيتد لهذا الموضوع لكن أتوقع أنه صندوق زي هذا مثلا ممكن فعلا للمبادرات للمشاريع الصغيرة تعطيهم دفعة للأمام أكيد رح يساعدهم ويعطيهم دفعة شكرا يا مثنى على المقترح يعني أثني عليه وأتوقع أنه لازم نشتغل على شيء عشان نقود جالي لأنه نحن بنقوى ببعض صح صح أكيد أكيد يعني أنتو دعمت كل أركسترة الكندية العربية وأنتو أكيد يعني لما تكبروا رح تكونوا دعم للأركسترة ودعم للجالية والأركسترة الآن يعني من أكبر الداعمين للجالية فبتوقع أنه إحنا يعني لازم نتطلع على هذا الشغل بس ينجح واحد في المجتمع العربي في كندا أو في المهجر بشكل عام هو نجاح للجالية مش أنه نبدأ نسقط فيه أو نحاول أنه نرمي بالحجارة أو نقول لا هذا نجح النزد لتاحت بالعكس إحنا لازم ندفعه لأنه لما يرتقي رح يحمل معاه هموم الجالية رح يحمل معاه هموم المجتمع العربي رح يحمل معاه قضايانا رح يساعد غيره خاصة في البزنس ويصير يجيب ناس يرتفعوا معاه فأتوقع أنه إن شاء الله يكون لنا إحنا رقي أكثر بين أبناء المجتمع العربي في كندا وأكيد حنوصل لهذه المرحلة لأنه إحنا أذكياء إحنا طيبين إحنا معطائين إحنا كرماء في طبيعنا صحيح صحيح في عمر عمر أوب سوري نسرين 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 آه نسرين أنا نسرين أنا كان ممكن الفكرة شوية عاقبة على كلامك دكتور جمال إنه لو فيه يكون فيه صندوق لدعم الفنان العربي الذي يعيش في المهجر وتحديدا في كندا في حالة كندا لأنه بحيث أنه في كتير مواهب بكتير تاقاتية بحاجة للدعم بحاجة لحاضن وكمان هاي المواهب بحاجة كمان لدعم كمان مادية لحتى تقدر تنتج مثل الرسام اللي بحاجة لأدوات ليشتريها نفس الشي الفنان بحاجة لموسيقى ليسجلها بستوديو فكل هاي تتطلب يعني موارد مادية فيريت لو فكرة ممكن هالأحام بحاجة عم بردش على الهواء بهالمقا يكون فيه هالصندوق أو هالجمعية النوم برافيت تقدر تساعد عن طريق جرانت لا هالفنانين يعني فكرة كتير رائعة وبحاجة حتى مثلا مثل فورتي مثلا أول كمان فرق تانية بحاجة هاي الشي بيعزز من انتشار كتير من هالفرق ونحنا هدا الشي اللي بدنا ياه يعني أكيد مية بمية فيريت لو خدا عم بسمعنا هاي الفكرة هاي يعني طرحتها أنا هالألأ و ويعني إن شاء الله تكون هيك شوية جاوبة يعني على سؤال كتير لعديد منكم ادوار افضل ذكر جمالي تيلك سؤال من عمر بلك شفته شفته بدنا تأسيم كتار يا ادوار اه يعني عمر ما بالرد ترى عمر من الناس الطيبة عمر يعني أكيد هلأ بنعمله تأسيم كتار لعمر وبشكر كمان على هالطلب لعمر كمان عمر من أكثر الدعائمين لفورتي باند فرح أبلش بتأسيم كتار وبعدين أمير ونور رح يفوتوا معي بغنية هي شوي صادرة مديرن خلينا نقول بس أغلب الناس بتعرفو وبتحبو اوكي ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر 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 أبدعتم أبدعتم برافو 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 بصمع صوتك وبصمع نقاوة صوت يعني عن نوتا يعني المغني بيكون شوي تعبان حتى أنا شخصين بيكون تعبان صوت مرضي بيغزله بس ما شاء الله يعني صوتك على النوتا يعني حبيب كثيرا في معاي لكم مفاجأة تصل فينا أحد حبايبكم ومتابعين متابعا لكم وحابب هو على التلفون حابب يحكي معكم تفضل حوافي شباب أهلا 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 عمر عرفتو عمر مين عمر مشتاين طبعا عمر مشتاين لك سامعيني أه بقولوا لك مشتاين لك سامعينك تفضل والله أنا مشتاين أكثر يعني أنا حسيت حالي عم بحط كومنس طول الوقت فقلت لأ أحكي أحسن أشرف لي أول شيء نور خضر حبيبة قلبي من أحلى الأصوات اللي أنا سمعتها بحياتي وفورتي باند أنا كتير بعتز فيهم وكتير بحبهم وكتير بدعمهم وكتير شايف لهم مستقبل منير في الصراحة وكتير حبيت هالحلقة لأنه غطيته كتير فيها نواحي حبيت كتير إنه عم نحكي على دعم الفنان العربي بكندا الفنان اللي مش عم بلاقي دعم من غير منابر وحبيت أذكر كل إن الأوركسرا عندها فند اسموك أرتيس سبورد فند بدنا من أول ما بلشت أزمة كورونا واللي بدنا نعمل في محابلات مع حبيبنا والموسيقيين والي يغنوا معنا ودعينا إنه تتبرع اللي بتحبه للفنانين نحن كل هذا نعمله طبعا مجانة ونعمله من قلبنا ومن محبتنا لشبابنا والصبيان اللي معنا فحبيت أذع فيكم تحية معاي فدوى عثمان ومعاي أختي هالي ومعي ديانكا أكيد وكلهم ببعتوا لكم محبات وبوثات شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم الله خير شكراً لك شكراً طبعاً نشكر عمر اللي كان معنا من تورونتو على الهاتف يعني لازم ندعم بعض زي ما حكى عمر احنا موجودين هون لبعض ونجاح واحد منا هو نجاح الجميع وان شاء الله رب العالمين يعني بنقدر نشوف كل أبناء المجتمع العربي في أرقى الأماكن في علو السماء زي ما حكىت نسرين لأنه احنا ليس لدينا حدود إلا سقفنا زي ما بيحكوا إن شاء الله أعلى سقف نسرين ايش حاب تسمعي بصراحة انا يعني حطني عن ذا السبت إن شو حابي أسمع حابي أسمع كتير شغلات من من 40 باند لكن أنا حابيت ما بعرف إذا محضرين شي دفرنسل أو فيوجين كمان فيوجين عربي إنجليش أو عربي فرنش شو رأيكم حسناً حسناً رح نعمل غنية عربي مع غنية تانية انجليش وإن شاء الله تحبوها الغنية العربي هي للسيدة فيروز كامل حبيبي الغنية الانجليش هي لفرانك سيناترا فلاني تو دمون وإن شاء الله تحبوها رح نجرب نعمل ميكسين أو فيوجين بناترا اشتركوا في القناة 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 أدوارد أنا كنت طبيب جراح في حلب وطبيب نادي الاتحاد في حلب وما لي بالموسيقى أبداً بس أشعر بالفخر بكل الشباب العربي المبدع كلك زوء دكتور مخلص يعني بتشكرك على كل الكومنتات الحلوة اللي كنت عم تحطلنا ياها وكل الطلبات وإن شاء الله تكون حبيت فورتيبان شكراً كثيراً وتمنا شي تحبون إحنا كمان نبسط كثير ومنحب الدعم اللي عبر جميعنا تنسوش الكب عنده ها؟ نعم أنا قم المطعم رح أزور عند الدكتور مخلص أول ما أشعر على عندكم شاء الله أتوى نعم سهل، أنا بقول لك الدكتور مخلص من الناس الحبابي كتير ومطعمه دائماً مفتوح للجميع اللي بحب يعني من هذا المنبر أنا حابب أعمل دعوة لإخواناً اللي موجودين في أتوى وحابين يدعموا الـ local businesses دكتور مخلص عنده healthy vegetarian food اسمه the table فأنا بدعوكم جميعا تعملوا orders delivery بوصلكم للبيت عندهم pre-made food وعندهم أكلات جاهزة تأكلوها هلا كل أكلهم healthy بحاولوا أنه يكونوا طبعا هم very clean, very nice الأكل كتير طعمه زاكي مع أنه ما في لحوم لكن فيه gluten free كل اللاكتوز free اللي بدك إياه عشان تكون صحي the table again table restaurant من المطاعم اللي إنها سنوات فيها في أوتواء لكن الآن بدهم دعمكوا لأنه فعلا local businesses local artists كلنا إحنا في المجتمع هذا لازم ندعم بعض فمن هذا المنتدى من قناة كنار إحنا بنوجه تحية لكل local businesses اللي واقفين عارج ليهم ولكل الناس اللي بتدعم local businesses وال local artists شكرا للمشاهدة مشكوريني كثير كثير ما بعرف مكين حابين نسمع هيكي ما بعضي بعد معنا وقت دكتور جمال بس لا يمل أكيد من فورتي باندا أنا متأكد إن الجمهور بوافقني على جملة لا يمل أبداً أبداً منحب دايماً إنه تكون هالحلقة هي يعني نقطة رلاكسيشن بعد عناء أصبوع طويل يكون هيك اليوم الجمعة الناس تعمل رلاكس تسمع شي حلو شي يجلب الصفاء والسلام الداخلي ولا شي أجمل من الموسيقى فيمكن كان سؤال تالي دكتور جمال لا هو هذا عن موضوع السوشيال ميديا أنا حتكلم مع الأستاذ مثلنا بلتنسمع آخر إشي منكو شو رأيك؟ طيب نحنا رح نسمعكم شي أخير رح تكون هكي مفاجأة صغيرة لأنه نحنا مثل ما حكينا أنه حابين نعمل كل أشكال وأنواع الموسيقى ممتاز إن شاء الله تنبزتوا سألوني 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 شو غيرت سألوني 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 شو غيرت فيها سألوني 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 صوتي وشي يمع شفوني وأنصري تعينا العين أنا في هيها متغير شي موسيقى 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 الموجودة بالمهجر قليلاً قول وبنفس الوقت بدي أتشكرك دكتور جمال وتنكيون السرين على الاستضافة الحلوة وإن شاء الله يكونوا على الدعم طبعاً وإن شاء الله يكونوا حبيت وكل شيء أقدمنا لكم اليوم كمان أنا بدي أتشكركم باسمي باسم فورتيبان وكمان نتمنى أن المرة الجاية يكون معنا جوني أكير أرجوك لا تنسوا تدعمونا على صفحاتنا على السوشيال ميديا الإنستغرام وفيسبوك في فورتيباند نحن موجودين طبعاً كل شيء رح نعملوا من حفلات وكل شيء رح نعملوا من اللقاءات وكل شيء نحن اللي بيحبنا وبيتابعنا بيشوفهم موجودين على صفحاتنا وبس إن شاء الله نشوفكم طبعاً لا تتعذبوا في الدوارة لأنه ممكن تلاقوا اسم يعني اسمها تانية إذا بس تعملوا سرش فورتيباند كلمة واحدة .on بتلاقوا صفحات الفيسبوك بتلاقوا الإنستغرام وشكراً كتير دكتور جمال أو شكراً نسرين كتير على الجد كتير كتير مبسطنا وإن شاء الله هيك من عادة بس تكون كمان نايف لايف ونشوفكم يعني كيستوك أكيد ونحن يعني .we look forward أكيد نحضركم لايف هيك شوية ربي يزوها الجائحة عننا وي كانت ويتو صراحة ونسمنا لكم جميعاً كل التوفيق بعتقد دكتور جمال دائما بيحب ينهي بمقطوعة موسيقية أو بأداء موسيقي عشان to take it to the end إن شاء الله أنا بس حابب بسرعة أحكي كنار تيفي بتشكركم شكر جزيل 40 band كنتم مبدعين اليوم الجمهور تفاعل رائعا الكل بشكركم حابب أذكر الجميع أنه غداً عندنا حلقتين متميزتين الحلقة الأولى راح تكون من الساعة سبعة مساعاً اللي هي حكاية مهاجر مع الدكتور قيس غانم الحلقة الثانية تكملت القصة تبعته والساعة تسعة إن شاء الله حيكون عندنا اليوث فوروم في شباب حيكونوا موجودين يتكلموا عن هموم الشباب فكونوا معنا إن شاء الله وننهي مع فورتينا باند بالله بحبوا يعطوكو إياه تفضلوا باشي نحن والله مرجران بيته حجب الله نحن والله مرجران بيته حجب الله بيته حجب الله يا مرح للماء لليل الهواء ما إما هدى يا مرح على مبلغ شرحت الهواء لوحكا يا مرح للماء لليل الهواء لوحكا ما أنا في الداة تشرشي يا الهواء يا يا مرح يا موسيقى 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 موسيقى